السلام عليكم بنات عندنا موضوع الماضي البسيط الماضي البسيط يحتي عن الماضي yesterday last ago اذا شفنا بالجملة yesterday last ago معناها هاي الجملة لازم نحلها بالماضي قاعدة الماضي دا كل يوم شرحنا subject فاعل زايدا فعل اما يكون irregular verb يعني فعل ماضي شاذ شواذ انت تعرفوها play plate اخليه لأيدي اما الفعل الشاذ ماصير اخليه لأيدي مثلا go تصير went see تصير so وهكذا soha see hair friend in the park yesterday بين قوسين اخليت لش see معناها بالحال انت تجين بس تحلي بين القوسين شفتي see ما تعرفين شلون تحليه تجين تشوفين الجملة عندك كلمة yesterday قلنا اذا شفنا yesterday بالجملة معناها لازم الحل بالماضي نجي على الفعل قاعدة الماضي قلنا فاعل ورا فعل لازم يكون بي ايدي او فعل شاذ اهنا عندك القاعدة اجي اطبق اهنا الفاعل وراها شجاي see ال see شنو مضارع احاوله الى ماضي يصير اخليه لأيدي لا ما يصير لان هذا من الافعال الشاذة اخليه لشنو يصير شنو see تصير so مو saw تنقري so نجي هنا نستخدم الفعل المساعد didn't عند النفي ونستخدم did للسؤال من تخلين didn't بالجملة وراها لازم بالفعل يكون شنو خالي من اي اضافة ملاحظة مهمة جدا نضع بعد did او didn't فعل مجرد اشلون نجي نطبق عندنا هنا so so